بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه فيهم من كتاب لدينا لعلي حكيم أفنغرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا بهم يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضامثا الأولين ولئن سأتهم من خلق السماوات والأرض ليكون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بمدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستموا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقروا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقررين وإنا إلى ربنا لهم قررون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بناته وأصباهم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظير أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَابِ غَيْرُ مِينَ وَجَعْلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنَ مَا يَعْبَدَنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدَنَا آبَاءًا عَلَى هُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَانِهِ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَوْصَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنِ النَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ اُتْرَفُهَا وَإِنَّا وَجَدْنَا آبَاءًا عَلَى هُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارٍ مُقْتَتَونَ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم علي آباكم قالوا إِنَّا بِمَا أُرْصِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِهِ وَقَوِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلْهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل نتعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقصبون رحمة ربك نحن قصرنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا صخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن مقير به شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي وما كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقنون أورينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا منها يضحقون وما مريهم من آياته إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهجدون فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعا في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أليس لي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكان مبين فلولا أوقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معهم ملائكة مقترين فاستخف قومهم فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقرنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سنفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قولك منه يصدون وقالوا أآليتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا ججنا بل قول خصمون إن هو إلا عبد أنعنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فما تهتغن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدل مبين ولما جاء عيسى من بينات قال قد جئتكم بالحكمة ولم أبيناكم بعض الذي تختنفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخذ لا يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتهد الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أولستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجردين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارمون أم أبروا أمرا فإنا بريون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورصونا ذهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولدون فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصبون فظرهم يحضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده وعلم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون